صباح الورد والفل والياسمين عليكم وكل سنة وانتم طيبين النهاردة جاي لكم بتدبيلة تحفة هتنفع لكل المشاوي اللي بنعملها سواء لحمة او فراخ ممكن نبدل حاجة نشيل حاجة نحط حاجة ده بقى بصوا بقى الشكل الحاجة المشوية فخدة مع دي كرومي او فراخ مشوية او فراخ قطع او فراخ شيش الوصفة دي تنفع مع كل حاجة ممكن نعملها في البيت من المشويات تدبيلة تنفعك في كل المشويات تدبيلتنا بسيطة جدا معانا 4 طمطميات 3 فصوص من الطوم او دين 3 من الكرفس او دين 3 من الكزبرة الخضرة معلقة كبيرة من الزعتر و 4-5 فصوص من الطوم معلقة كبيرة من العسر الابيض او اللسود ومعلقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل اللسود معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من الزعتر من الروز ماري الفرشة أو الطازة ومعلقة صلصة كبيرة أول حاجة هنتدبلها دلوقتي الفغدة أي تدبلات لازم نمسح الفراخ كويس بمنديل أو الفغدة أو لو هنعمل كده قطع فراخ هنا كمان معايا ربع كباية من عصير اللمون أو معلقتين كبار بيخلوا الأنسجة طرية جدا ومعلقتين كبار من الزيت وهضيف الزعتر بصي بقى دي تدبلة البيت العادية اللي مفاش أي افتكاسات عايزة تضيفي زعتر مش عايزة شيري عايزة روز ماري زي ما انت عايزة ومعلقة كبيرة من الصلصة كمان ممكن نضيف معلقة كبيرة من البابريكا بتخلي لون المشويات تحفة بصوا بقى طماطم طوم كرافس كسبرة البصل بصلتين كبار كده التدبلة دي ممكن نعملها ونخليها في التلاجة وانطلحها لما نيجي نتبل لحاجة والفلفل اللي سود والزعتر والروز ماري وهضرب كل المكونات دي في الخلاط مفيش اسهل من كده يعني اسهل من الكبة والأي حاجة يعني هجيب بقى الفراغ بتاعتي سواء الفراغ أو الديكورروبي هعمل لها بقى شوية مساج بشوية ملحة وفلفل كده وتبلي بقى اللحم والجلد وبين الجلد والسدر واجيب بقى حوالي معلقتين كبار من الزبدة وابتدي ادخلهم بين الورك والسدر تحت الجلد مباشرة علشان الخطوة دي بتطريه لي اللحمة بتاعت الديكورروبي وبتاعت الفراغ المشوية بتخلي بصراحة اللحمة طرية وجوسية حطيت كده قطع الزبدة بالشكل ده ودي كل الخليط بتاعنا هون هنبتدي بقى نعمل مساج للفراغ بتاعتنا أو الديكورروبي هندلحها شايفين من تحت ومن فوق كده الخطوة دي ضرورية جدا بتخلي لي لحمة الفراغ طرية جدا جدا شايفين عندك ديكورومي بقى كبير 6 كيلو 7 كيلو 10 كيلو بين الجلد وبين اللحم حطي الخلطة دي وحطي الملح والفلفل والزبدة انا هنا بقى هحشيها ورق عنب دايما لما نحشي اي حاجة ورق عنب لما نحشيها هنحطي فيها كده حوالي نص كباية شربة علشان تطري لي اي محشي جوة الفراغ او الديكورومي تمام كده او البط كمان يعني التدبيلة دي كمان تنفع للبط الرسطة وقفلت بقى كده بالشكل ده الفراغ بتاعتي او الديكورومي بنقفلها كويس جدا بالدوارة ونكون مشغالين الفرن كويس جدا كمان ممكن احط فيها فصوص من الطوم وبتجي بقى اغلفها بورق زبدة وعليها ورق فويل وتدخل فرن حامي على متين على الرف الشبك من تحت ونسيبها بقى حوالي ساعتين او حسب وزن الديكورومي كل ديكورومي بياخد كل كيلو بياخد نص ساعة تسوية لو فراغ كبيرة ما بتاخدش حوالي ساعة ونص وتلهيت بقى كده ولونها تحفة اهم خطوة ما نقطعهاش ويا سخنا نخليها تبرد ونبتدي نقطعها شايفين بقى اللون تحفة قبل ما نخرجها نبتدي نشغل الشواية عليها علشان تدينا اللون الجميل ده وقطعي بقى واستمتعي بصوا بقى لازم لما نيجي نقطع نسيبها تسترية حوالي نص ساعة وهي متغطية علشان كل العصارة ترجع تتجمع تاني وما تكونش نشفة بصوا بقى الكطة عاملة ازاي تحفة السدر طريق علشان حطينا زبدة وتب النابل ملحة والفلفل كمان ممكن بالزعتر فهتخلي الموضوع مختلف قلي وجزئه شايفين الجمال حتة اللحمة طالعة طريق ازاي السدر طالع طريق مش نشف علشان مالينا بقى كده الفراغ بتاعتنا او ديكرومي بقطع من الزبدة وتدبلناها كويس جدا دي اول حاجة ممكن نعملها بتدبلتنا الجميلة السهلة البسيطة شايفين اعملي بقى ديكرومي في العزومات اعملي فراغ كبيرة اعملي فراغ وسط اللي انت عايزاه نيجي بقى للبطل التاني وهي الفغدة اللي بتبقى يعني موجودة عالصفرة الرمضانية دي فغدة ضانية حوالي اربعة كيلو ونص بصوا هي التدبيلة سهلة جدا جدا في ناس بتحط روز ماري بس لللحمة وفي ناس بتحط زعتر بس للفراغ اللي عايز يعمل ميكس زي الفل هي هي نفس التدبيلة البصل والطوم والطماطم والملح والفلفل والزعتر والكزبرة ممكن كمان نضيف معلقة كبيرة من المسترد بتبقى حلوة قوية مع الفغدة وكمان ممكن نضيف كباية من الزبادي وطبعا الفلفل السود الصحيح والفلفل والطوم دول انا بعمل فتحات في الفغدة وابتدي بقى ايه ادخلها في قلب لحم الفغدة بتاعتي بسكينا بقى رفيعة بالشكل ده هعمل فتحات في كل الفغدة بتاعتي انتو عارفيني ان الضاني ناس كتير جدا بتخاف من ريحته قطوة الطوم والفلفل السود وان احنا كمان ندعاكها بشوية لمون مش هتخلي فيها اي ريحة زفرة شايفين بالشكل ده لو فصوص الطوم كبيرة هنقطعها بالشكل ده وندخلها جوه الفتحات وكمان هندخل فصوص الفلفل السود الصحيح بتفرق قوي في طعم الفغدة اعملي كده فتحات كده تحت الجلد الدهن ده هو اللي بيحافظ لي على الفغدة بيخليها طريقة ما تشيلوش الدهن ده ممكن لو في حاجة شغط او حاجة نشلها عشان ما يخليش الفغدة بكش وشوية ملح وفلفل بقى واعملي لها احلى مساج الحاجات دي الخطوات دي الصغيرة بتفرق قوي في طعم المشوية هندخل برضك الفلفل الاسود وكمان التوم جوه الفغدة طبعا هتخلي الجزار يدالك خبطتين تلاتة عشان تستوي تسوية حلوة وتبقى كمان طرية من جوه وشوية بقى زعتر على الجنبين كده التدبيلة اللي عناها شايف دي بتنكه اللحم حلوة قوي شايفين بتخلي بقى الفغدة كده مستوية وكمان تبقى طرية وطعمها طحفة ودي التدبيلة بتاعتنا هيه هنبتدي بقى ندلع الفغدة بتاعتنا كده ونعمل لها مساج وندخل كل التدبيلة في كل جزء من الفغدة اللي يحب يديف بابريكا يديف اللي يحب يديف سويا صوس ديبس الرومان اذا ما انت عايزة بس انا عملتلكم تدبيلة موجودة في كل بيوتنا هنغلف الفغدة كده بالشكل ده بكل التدبيلة ويفضل نخليها في التلاجة متغطية وبكيس لمدة ساعتين تلاتة او نخليها من بالليل للصبح تدبيلة كده بتاكل جوة اللحم فبالطعم للحم ويبقى له طعم ما يبقاش كده ايه لحم مفهوش اي ملحة او فلفل بالشكل ده لو عايزين كمان نشوي اغدار كمان ممكن نحط شوية من البطاطس شوية من الجزر انا هنا غسل البطاطس كويس جدا وعملها باشرة وهضف لها شوية من الزعتر والروزميري والملحة والفلفل ونغلف بقى التدبيلة بتاعتنا دي كويس جدا او نغلف الفاخدة بتاعتنا ونكون مشغالين الفرن بعد ما نطلحها من التلاجة على متين ونخليها الشبكة برضو كفوق القاعدة بشوية نغلفها بورق زبدة وكمان نغلفها بورق فويل وعلى الفرن على طول هتقعد حوالي ساعتين وكل شوية تبصي عليها لأتيها محتاجة مية هتضفلها مية وتمالي الفويل نخليه على الجنب المطفي لفوق واللي بيلمع جوه علشان ما يقصر ليش لو انا ما عنديش ورق زبدة هنغلفها بورقتين تلاتة من الفويل وعلى الفرن وبعد حوالي ساعتين او ساعة ونص هتطلع زي الفل وكل شوية بصي عليها عملها اختبار بالسكينة لقيت السكينة طلعة ما فيهاش اي دم ولا فيها اي حاجة وتبسك حتة كده تلاقيها تلات معاك استاوت يبقى زي الفل والفخدة بتاعتنا استاوت وهنقدمها مع ايه بقى البطل الرئيسي في العزومات الرز المبهر الاصفر ونزينه بالمقصرات او رز الخلطة بيبقى تحفة وهبقى نزل لكم لينك رز الخلطة فوصفة سهلة وبسيطة يلا بقى نشوف التدبيلة بتاعتنا دي هتخش في ايه تاني وهنا هنعمل الفراخ اللي بنشويها على الفحب او ممكن نحطها في صنية التدبيلة بتاعتنا البطل الرئيسي الفراخ بتاعتي انا غسلها كويس جدا ومقطع الفراخ على 8 قطع غسلها بالملح واللمون والسكر كويس جدا وهبتدي بقى احط التدبيلة بتاعتي كويس جدا وهبتدي افرق في كل التدبيلة دي الفراخ بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده هنخلي التدبيلة تتغلغل جوة الفراخ كويس جدا اللي يحب يضيفها على التدبيلة دي كباية كبيرة من الزبادي يضيف وهنغلفها بردوك بوراء الزبدة ونغلفها بالفيل وندخلها على الفرن الشبكة بردوك فوق القاعدة بشوية وتوضح حوالي ساعة ونص انا عملتها هنا في الفرن اللي عايزها مشوية وعلى الفحم زي الفل يعني التدبيلة دي اعتمديها ودعيلي بتدبيلة واحدة هنعمل الديك الرومي هنعمل البط الرسط هنعمل الفراخ المشوية الكطع هنعمل الفخدة بتدبيلة واحدة هتشرفك بجد وصفة سهلة وبسيطة جدا وتدبيلة كلها من البيت ملح وفلفل زعتر روزماري كزبرة بابريكا طماطم بصل طوم وشوية من الكرافسة او الكزبرة الخضرة وكمان كزبرة جفة وصفة سهلة وبسيطة يا رب بتكون تدبيلتنا عجبتكم وان شاء الله نتقابل بفيديو جديد بسطت ان كنت معاكم كنت معاكم فاطمة ابو علي وكل سنة وانتم طيبين واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة